الان في تي ارجعناكم مزانة موصينا معاكم في لو دي سيدفان حتى للثمانية كيما تعودتم معنا في النصيف ساعة لولانية نحكيوا سبور نحكيوا رياضة نحكيوا زادها على اهم التظاهرات الرياضية اللي يشاركوا فيها رياضينا التوانسة من اختلف الاختصاصات المريضة حابينا نحكيوا على رياضة الكمبو على خطر باش نحكيوا على بطولة العالم رياضة الكمبو بالبرتغال اللي توفى اليوم والأكيد مش نحكيوا على الرياضة هذي مش نحكيوا زادها على المشاركة التونسية في البطولة هذي احضر بحدنا المدرب محمد النغموشي مرحبا محمد مرحبا نشكركم على استيذافة دي نشكرك سيوساما ورحب جميع المستنعين يعيشك بارك الله وفي قبل ما نحكيوا على بطولة العالم رياضة الكمبو اللي قاعدة سايرة في البورتغال اللي توفى براتيك مو اليوم وبداية نهار 26 افريل للناس اللي ما تعرفش رياضة الكمبو كيفاش نجمو نعرفه والله هي رياضة الكمبو هي فن قبض اليد هي رياضة سينية فيها ثلاثة مدارس مدارسة سينية مدارسة اليابانية ومدارسة الامريكانية هي رياضة فيها عديد اختصاصات بريسك ثمانية اختصاصات رياضة فيها تخدم البوكس تخدم بسقيق تخدم لوطة نيزي الاردي دونك رياضة شاملة فيها برشة عديد الاختصاصات اذاك عليش كيدخل الصغير واللي كبير يميرس الرياضة ذي يلقى روحه مرتاح تلفصه معتها يلقى روحه ينجم تعاونه في حياته حتى في كل شيء دونك اذاك عليش الرياضة ذي يلقي اشعاع كبير في تونس والحمد لله معتها ديجا وصلنا طاو بريسك عنا فوق الثلاثة الاف موجيز عنا اكثر من الثلاثين جامعية اه رياضة خاصة بعد تنظيمنا لبطولة العالم لسنة الفين ثانين وعشين نسخة نسخة ثمنتاش اه وتتويج العالم اللي هي اول مرة كبلد علابي وافريقي نتوجه مرتبة اولى وهذا فخر لنا وفخر للتونس وان شاء الله معتها توليق رواج كبير وان شاء الله معتها نكملوا على نفس المنويل ان شاء الله واختي نحكيوا على تظاهرات اه رياضية كبرى ونحكيوا على تظاهرات رياضية دولية واختي نقاوز ازادها انه فما رياضيين معتها من مختلف دول العالم يجيوك اه التونس وابار انه يتعارفوا على اه بلادنا اه سياحيا رياضيين اليوم الكمبو في تونس قاعد يلقى ساديه اه بالمقارنة بالنعرفوا دي فما بلدين عندها اه تقاليد معتها في الرياضة هذي اكيد اه تو فما اه مش نحكو نحنا على عرب تاو بريسك اه عنها الجزائر عندها تقاليد في الرياضية دي جام العام اه خمس وسبعين في الجزائر عنده الرياضة الكمبو اه عندهم في ديراسيون قوية ما شاء الله رئيسة هشامة وحليمة دي جا صديقنا هو اه وجيل تونس وكان حاضر معانا وعندهم معتها امكانيات كبيرة دي جا يشاركوا بصطاف كبير اه بلاعبين كبيرة ذا كان لاش تقاوم في التصنيف العالمي اه نحنا كونا توا نوات اه الباز متاع الرياضة الكمبو في تونس اللي هو معتها جمعيات ومدربين وليعبين من من احسن اللاعبين نستنى ومصولة الشراف باش تمندم التأشيرة معتها النهائية تأشيرة الفيديراسيون باش النجمو ننطلقو في مرحلة اخرى اللي هي مرحلة معتها النجم تزيد اكثر تتويجات عالمية وكيكا معتها النجمو معتها ننظو خاصة بالشاببنا اللي هو طموحاتهم مشاركة زادة في بطولة العالم تعرف انه طوى المشاركة اللي شاركنا فيها طوى اه على معتها على امكانياتهم الخاصة اللاعبين وكا اطار فني زادة الكل على امكانيات الخاصة نستنى ولفتة صغيرة من وزارة شباب الرياضة ان شاء الله. به اه بناحية الامكانيات معتها اه كرياضة معتها الرياضي شنو يستحق بالضبط نحكيولا هنا معتها لانها تشبه لرياضات الاخرية اللي هي اه نعرفوهم وعندهم تاريخ اه كبير معتها لانها شنو الرياضات لازموا كاسك لازموا شنو بالضبط. اكيد هي رياضة دي اول حاجة تحتاج تحتاج بنية بنية جزادية قوية ياسر خاطر اللي رياضة فيها فيها برشة اختصاصات تحب زادة امكانيات كمعتها بريتكسيون خاطر مشكيمة ستيل تلعبو مثلا فاما ديكاتا ويبن اه تسحق اه معتها اه اكي اه اسلحة معتها بش تتدرب بهم كيف كيف اه مثلا فاما فالسومي كيمبو اللي هو تسحق اللي كاسك اللي بروتيج اه بلاستروم اللي دونك وفاما في الفول كيمبو تسحق معتها بروتيجيت سبيسيال من الفول كيمبو معتها كل الاختصاص عنده ديجا معتها معتها المعدات لامتاعو معتها يستحقهم لذي معتها اللاعب بش يتمرن ومو ديجا ما ما بش يلمد البروتيجيت دون كل صعيب يس هو عتها يوصل لي بجيات فاشارو بجيقة راعو بشي عتها صعيب دونك شوف نحن توا اهم حاجة لازم امكانيات لازم امكانيات ولازمنا معتها هي الامكانيات اه تول الاولياء معتها مشكورين معتها انا قاعدين عندهم معتها دفع انه بش يحافزوا صغارهم ووصلهم ولكن مش كل كل شي معتها آآ ولي لازم زاد شوية من عند جمعيات شوية من عند آآ يقول لك الوليه هني نقطر معاك وهني صحي وهني معتها آآ معتها نعطيك آآ معتها آآ ولدي معتها كيفاش اني ينطبع وغيره ومن بعد اجي زاد الخدمة بتاعكم انتوما معتها شاركة اي اي بان سيورة يشاركة بين آآ بين الاطراف الكل بين المسؤولين المدربين والاوليه نحن الحمدولله طيو في في مرحلة بها آآ وصلنا معتها عنا تقاليد في رياضتنا ان شاء الله هني قلت لك ان شاء الله تكون آآ لفتة صغيرة من وزارة شباب رياضة خلنا حكيه طيو شوي على القوانين متاع آآ اللعبة القوانين متاع التنافس كيفاش يكون بالضبط معتها اليوم كي نحكيه على آآ مثلا آآ معتها معتها بارتي من البرتيات معتها التنافس كيفاش يكون الربح كيفاش يكون الهزيمة كيفاش تكون فاما فاما اختصاصات مثلا كيما الكاتا الكاتا يكون لعب ضد لعب آآ كل اللي كل لعب يعمل آآ تابلوم تاعو وحسب معتها الوقفة وجمالية الحركات والوقفة الصحيحة دونك يكون الفائز وبالنسبة المثل آآ آآ الفايتينج اللي هو النزالات تكون بتبعها فاما نقاط وفاما كو فاما 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 بيا دي ستيل فام كو فاما دي ستيل ما فيهم مش كو كيما سيومي كيمبو يلعبوه اكثر صغار وستيل مزيان على الاخر في سو بليس في كل شيء اذي دجا يتعلموه صغار على باز ومبعد يتعديو الستيلات الاخرين اليوم ما فيهم اكثر قوة واكثر معتها معتها كل مرحلة عمرية عندها كل مرحلة عمرية عندها الرياضة متاعها ورياضة متاعنا ما تحتاج الى سياسة المراحل تحتاجش الحرقان آآ المراحل قاطل يوسفية صغير وهي اللاعب تحرق المراحل على اسس آآ صحيحة دونك يقدم لهم اكيد اكيد آآ هذا هو معتها في الرياضة اه باه والحكام كيفاش معتها قداش من من حكم توا في البطولة العالم آآ دي فاما بريسك آآ ميت حكم منهم آآ ممثلين آآ توينسة بزوز حكام اللي هو سيد آآ آآ محمد أمين باني وسيد نيجي نغموشي هاا دي جا شاركوهم في بطولة العالم في في تركيا عام الفين واثين وعشرين وشاركو في بطولة العالم الفين واثين واثين وعشرين في بتونس. به. وفي المنافسة قرش من حكم يكون في الكاريريه؟ آآ يكون فاما حكام ساحة. وفاما ديستيل يكون فهم زوز حكام آآ معده جيش. ع ازنب وفاما دستيل فهم وكاتر حكام. به. تو خانجيوي البطولة العالم اللي في البرتغال دونك اللي قاعدين يشاركوا فيها معطي الرياضيين بطولة العالم الرياضة الكمبو بالبرتغال كيما قلنا بداية نهار 26 أفريل توفى اليوم فما ميداليات؟ فما ميداليات نحن طوع الحمد لله معنا عنا رياضيين اللي شاركنا بهم حسب معايير عنا لاعبين كيما محمد علي ترابرسي سنف لاعب متحصل على ثلاثة بطولة العالم هذه البطولة العالم الرابعة اللي شارك فيها في دولة برتغال وتحصل دي جاء عنده في رصيده الى حد الان زوز ميداليات ذهبية ومزيل القديم إن شاء الله بايش فهمها فهمها إن شاء الله ميداليات أخرى عنا زاد اللعبة شهد جمني اللي هي بطل تعالم زاد في المجر وفي تونس وفي دي جاء في برتغال سنف أوسط لعبة من اللي هي عمرها أربع سنين تكونت تكوين صحيح كيما كنا نحكيو فيه ذيك دي جاء عملة توا ثلاثة ميداليات ذهبية ومزيل القديم دي جاء مزيل القديم وعنا اللعب ولاء بن سليمة سنف أصغر كيف كيف معنا متحصل على ميدالية توافضية ومزيل القديم وعنا لعب فاطمة تراولي سنف أصغر وليعب أيوب الحرشيني اللي هو يلعب في الكوب الكاب معنا كأس العالم اللي هو عمره أفرنسة الثنين تخيب مياه تخيب مياه تبارك الله دونك لهنا برشا ميداليات معانتها في بطولة العالم يدطل الكم بورتغال إن شاء الله في معانتها مرة أخرى يجيوا بحثينا وعلى شلام نحكيوش معهم ونشوفو زيدا ونشجعوهم معانتها رياضيين معانتها شباب معانتها أطفال معانتها كيفاش انهم يجيبوا ميداليات لبلادنا ما زيد فهمة تظاهرات أخرى بشتركوا فيها معانتها في 2023 إن شاء الله نعمو عنا عنا أوبين بشتصير عنا زيدا نعمو يشعملوا يشوفو البلد المنظم هو من عمني والاندونيسيا زيد نشوف الملف متاحها معتها ويكون الأسنبلية الجنرال اللي هو بشتعط الاندونيسيا إن شاء الله عم جي عنا ترأس الوفد سيد ثابت نغوش اللي هو حائز على أول ميدالية ذهبية في تاريخ رياضي كيمبو في تونس أول ميدالية ذهبية تخل تونس عام سنة ألفين وحداش عن طريقه ومن وقتها بدينا في سجل معتها الميداليات والخدمة في رياضة الكيمبو بيه خلني اختم معاك لهنا محمد المستقبل المستقبل نحن توا أهم حاجة نحن نشكره نشكره إطارات ووزارة الشباب ورياضة اللي قاعدين يسندوا فينا اللي يعاونوا فينا سيخطوا معتها تعرف إنه نحن جمعية جمعية ونظمة بطولة العالم جمعية لتونسي الكمبو نظمة بطولة العالم جمعية قاعدة تقدم وإلى يومنا هيدا عنا 14 بطولة 14 مشاركة دولية على حسابنا الخاص فما إطارات وتأمن ومدربين ومختصين أمنين بالخدمة بتاعنا مشكورين على لفتن تاعهم نستنيع وجوز التأثيره معنا سيد الوزير نخرجه بحل إنه يتنهض برياضة بتاعنا في تونس خبية يعطيك صحة محمد عاشك مشبوز وشكرا للي قاعدين يخدموا الكل سرتوك نحكيو على الميداليات ها الميداليات كيفاش إنه فهمة شباب يجيبرنا في الميداليات دون كنا نحكيو على بطولة العالم رياض الكمبو بالبرتغال رجعينا معكم شوي آخر مواصلين في لدي سيدفان حتى للأثمانية شوي آخر عندكم موعد مع الأخبار ورجعينا